بعد صمت طويل راجت خلاله التسريبات خرجت الحكومة لتحسم الجدل حول المسودة المسربة عن اتفاق جدة بين الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتيا قالت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي راجح بادي إنما نشر عن مسودة أو بنود مجرد تسريبات مشبوهة وعارية عن الصحة تصريح جاء ليبدد الغموض ويكسر حاجز الصمت الرسمي إذا أما يجري من مشاورات غير مباشرة في جدة برعاية السعودية لكنه لم يفصح عما خرجت به اللقاءات خاصة وأن تصريح بادي أشار إلى موقف الحكومة الواضح من الثوابت الوطنية حسب قوله وهو تصريح فيه من الرسائل ما يلوح بأن ثمت محاولات تهدف لتمرير صيغة اتفاق غير متفق عليها تتجاوز الثوابت والمرجعيات ثمت مسودة أولية خرجت بها مشاورات جدة حتى الآن تقول مصادر حكومية لكن هذه المسودة لم يتم الموافقة النهائية عليها وما تزال قيد المناقشة بحسب المصادر فإن المسودة عدلت وأعيدت صياغتها مرات عدة كما قدمت الإمارات الداعم لتمرد في عدن مقترحات تم استبعادها مع أخذ بعض البنود التي يرى الجانب السعودي أنها قد تحظى بقبول لدى الطرفين ثمت بنود تتعلق بالشأن الأمني والعسكري أيضا لا تزال عالقة وتشبه في ملامحها الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الذي رعته الأمم المتحدة في صنعاء خاصة وأن هذه البنود تميل في غالبها للمجلس الانتقالي أو بالأحرى للتشكيلات المدعومة إماراتيا على الأرض وتحديدا في العاصمة المؤقتة بدى وكأن اتفاق جده قد بدأ التمهيد له وذلك بنشر قوات سعودية في المدينة وتحديدا في المطار وقصر معاشيق وهو ما يعني اطلاع القوات السعودية بدور محوري في الإشراف على الجانب الأمني ترجمة نانسي قنقر